جولات التوتر والصدام المتكررة بين أنقرة وأثناء سمة سائدة لعلاقات البلدين منذ سبعينيات القرن الماضي فمنذ اكتشاف الغاز في شرق المتوسط اشتعلت نيران النزاع بين أنقرة وأثناء الاستفزازات البحرية والسياسية على مدى الأشهر الماضية أحيى التاريخ علاقات غير ودية بين الجارتين التين لم تعرفا الهدوء إلا لعقود قليلة الجديد انطلاق الجولة الحادية والستين للمباحثات الاستكشافية بين البلدين بعد توقف دام قرابة خمس سنوات لبحث القضايا المتنازع عليها بين البلدين في مدينة اسطنبول المباحثات تنعقد بين الطرفين وسط التباين في وجهات النظر حيث تريد اليونان معالجة ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجا وشرق البحر المتوسط فقط بينما تقول تركيا إنه يجب معالجة جميع القضايا بما في ذلك المجال الجوي ووضع بعض جزر بحر إيجا وتصعدت الأزمة بين أثناء وأنقرة مع إرسال تركيا في أغسطس سفينة إلى مناطق الشرق المتوسط ولسيما قرب جزيرة كاستلوريزو اليونانية الواقعة قرب السحل التركي واتهمت اليونان تركيا بانتهاك حدودها البحرية إلا أن أنقرة تعتبر أن وجود هذه الجزيرة الصغيرة لا يبرر استبعادها من جزء كبير من شرق المتوسط الغني بحق للغاز المشكلة الأخرى التي تزيد من توتر العلاقات التركية اليونانية تتعلق بانتهاكات لاتفاقية لوزان وباريس التي تتعلقان بجعل جزر بحر إيجا الشرقية منزوعة السلاح ويرى محللون أن تركيا تسعى إلى تهديئات التوتر مع أوروبا بسبب صعوباتها الاقتصادية التي تفاقمت مع جائحة كوفيد-19 وبسبب انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة موسيقى